أكد وزير الخارجية الإسباني خسيم مانويل ألبراز نية بلاده الاعتراف بدولة الفلسطينية الثلاثاء المقبل ألبراز في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى في بروغسل الأحد اعتبر أن الاعتراف بدولة فلسطين يمثل الحق العادل للشعب الفلسطيني ستعترف إسبانيا بالدولة الفلسطينية يوم الثلاثاء المقبل الثامن والعشرين مايو الجاري لتنضم بذلك إلى 143 دولة أخرى في العالم قامت بذلك بالفعل إنه قرار اتخذناه مع شركاء أوروبيين آخرين مثل إيرلندا والنرويج لأننا نعتقد أن هذا هو السبيل الوحيد لضمان مستقبل السلام والازدهار والأمن في المنطقة